تجنبت الحكومة الأمريكية شبح الإغلاق بعد مصادقة مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على مشروع قانون تمويل الحكومة المؤقت لمدة 45 يوما عقب تصويت مماثل في مجلس النواب وبالرغم من تمرير التشريع بدون تخصيص مساعدات أمنية لأوكرانيا إلا أن قيادات الكونغرس الديمقراطيين تعهدوا بطرح مشروع قانون منفصل للمساعدات الأوكرانية خلال الأسبوع المقبلة هذا ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة للحزب الجمهوري على خلفية تعاطيه مع أزمة إغلاق الحكومة وشدد بايدن على أنه حان الوقت لإنهاء إدارة الحكم عن طريق الأزمات مضيفا أن تمرير الكونغرس مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية سينقذ ملايين الأمريكيين من المرور بتجارب أليمة أحث باستمرار أصدقاء الجمهوريين على عدم تضيع الوقت ينبغي تمرير الميزانية لقد سئمت من هذه السياسة سياسة حافة الهوية وعلينا أن نتجنبها لم أرى الحزب الجمهورية يتصرف بهذا الشكل منذ مئتي عام الآن متطرف مابا يريدون أن يغلق الحكومة كفا يعني كفا ينبغي أن تنتهي هذه الأزمة وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا رغم استثناء تقديم المساعدات إليها من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي مطالبا الجمهوريين بوقف ما وصفه بالألعاب على حد وصفه لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نسمح بقطع المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا حافظوا على وعدكم بدعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد العدوان والوحشية الروسية توقفوا عن مثل هذه الألعاب مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق ونائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية السابقا آدم إيرلي أهلا بك معنا من ميتشيغانا السياسي الأمريكي ومدير حملة ترامب السابق هناك جون عكوري أهلا بك معنا سيد عكوري دعني أبدأ معك هذا الحوار هل اللجوء إلى حل مؤقت يعتبر حل؟ شكرا لإستضافتي من الرائعة أن أكون معكم من جديد من ناحية الحل لا أعتقد أن أحدا يتفق أن المسألة قد تم تسويتها هناك 45 يوم إضافية لمحاولة إذا أردت مرة أخرى حل هذه المسألة بين أعضاء الكونغرس وقد رأيت من المثير الاهتمام أن بعض الجمهوريين ربما ذكروا رئيس بايدن أنه قبل فترة ليست طويلة كان هناك عراق داخلي في حزبه وقام بتوبيخ أعضاء جمهوريين وأرى هذا مثيرا للاهتمام هناك مجموعة كبيرة من السياسيين هذا ما يفعلونه هذا هو عمله العمل كل يوم على تشريعات وقرارات وسن قوانين هذا ما يفعلونه إذن هناك نظرة مفصلة بشأن كيفية عمل الكونغرس اليوم نتيجة لجهود محطات مثل محطاتكم التلفزيونية هذا ما نراه في كل دقيقة سيد أرلي الرئيس جو بايدن وجه انتقادات حادة للحزب الجمهوري على خلفية تعاطيه مع أزمة إغلاق الحكومة وشدد أيضا على أنه حان الوقت لإنهاء إدارة الحكم عن طريق الأزمات ولكن اللافت هنا بأن موضوع الإغلاق الحكومي ليس هو المرة الأولى الذي يحصل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ولن يكون الأخير هذا صحيح كانت هناك حوالي خمس مرات في آخر عشرين سنة تقريبا أن الحكومة أغلقت أبوابها لأن الكونغرس لم يتمكن من الموافق على ميزانية في الموعد المحدد وأعتقد أنه في كل مرة يحدث فيها هذا مجلس النواب كان تحت سيطرة الحزب الجمهوري وما نراه هنا هو أعتقد أن بايدن استخدم كلمة حفة الهاوية وبشكل صحيح بصورة أساسية الكونغرس حاول أن يأخذ الإدارة رهينة عن طريق رفض اعتماد ميزانية وذلك من أجل جعل الإدارة تغير سياساتها أو عدم تمويل أشياء معينة البيت الأبيض والديمقراطيون يريدونها في هذه الحالة ما رأيناه هو شيئان يجريان الجمهوريون يحاولون الهجوم على الديمقراطيين وجعل حياتهم تعيسة الشيء الآخر وهو الأهم هناك تمرد داخل الحزب الجمهوري والحزب الجمهوري منقسم هناك جناح متشدد ضمن الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الذين يطالبون بقرارات تتعلق بالميزانية لا يريدها باقي الجمهوريين وللوصول إلى هذه الميزانية الجديدة الجمهوريون احتاجوا إلى أصوات الديمقراطيين وهذا شيء جيد ولكن بعض الجمهوريين لا يريدون أن يروا أي تعاون بس سيد إيرلي في هذه النقطة كان جمهوريون بحاجة إلى أصوات الديمقراطيين واللافت بأن الديمقراطيين في هذه المسألة أعطوا أكثر من أصوات الجمهوريين نتحدث هنا ربما عن 209 أصوات الديمقراطيين مقابل 126 صوت جمهوري عدة أشياء رقم واحد لا أعتقد أن الجمهوريين كان يمكن أن يحصلوا على هذا العدد من الديمقراطيين لو كان النقاش حول الميزانية بكاملها هناك فرص التنفس إضافية للكونغرس كي يستمر في النقاش والسماح للحكومة أن تعمل هناك الكثير في هذا المشروع لا يحبه الديمقراطيون أو الجمهوريون وبالتالي الكل تحمل هذه الميزانية ووافق عليها ولكن هذه مشكلة ما الذي سيحدث في 17 من نوفمبر بعد 45 يوم من الآن عندما ينتهي مفعول هذه الميزانية المؤقتة هل سيتمكنون من التوافق هل سيكون هناك أصوات كافية من الجمهوريين سنتحدث عن هذه النقطة اعذرني سنتحدث عن هذه النقطة بعد قليل دعني أعود من جديد إلى سيد عكوري برأيك هل سيتجه رئيس مجلس النواب يوم غدا الأثنين حين يعود المجلس الإنعقاد هل سيتجه إلى تقديم مشروع قانون منفصل للمساعدات المتعلقة بأوكرانيا وخصوصا أن هذا الموضوع تم التركيز عليه وتحديدا أن الديمقراطيين يعتبرون هذه النقطة هي نقطة أساسية وجوهرية ولطالما صرح الرئيس جو بايدن بأن هذا الدعم الذي يقدم إلى أوكرانيا غير مشروط وسيستمر حتى النهاية أعتقد أن أوكرانيا هي دراسة حالة بحد ذاتها هناك أمريكيون في البلاد يشعرون بالألم يدفعون ستة وسبعة دولارات للبنزين ولديهم صعوبة في الحصول عن المواد الغذائية لو هناك أناس في إجازة سيفاجأون بعد وقت بأن الأسعار كلها ارتفعت خلال هذا التضخم الزائد عن العادة ولكن لدينا المال لإرسالها إلى الحرب في أوكرانيا هذه مشكلة بالنسبة للكثير من الأمريكيين وهم يعرفون المشرعين وصانعي القوانين أن هذه الحرب استمرت أطول مما ينبغي حوالي سنتين الآن وأعتقد أن الأمريكيين بدأوا يتعبون يقولون لماذا نرى البنى التحتية في بلادنا لا تبنى وندفع الكثير من أجل المواد الغذائية ونحن في نفس الوقت نمول الحرب في أوكرانيا غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الحرب لا يمكن الفوز فيها كانت هناك نقاط جيدة ونقاط سيئة والآن الأوكرانيون يصنعون أسلحتهم يعرفون على ماذا أنفقتم الأموال التي أرسلتها أمريكا لعمل ماذا السؤال الآخر أوروبا والتي هي أكثر قلقا بشأن العدوان الروسي هل هي تتدخل وتتحمل حصتها العادلة يبدو أن أمريكا لوحدها الآن في التمويل الذي لا ينتهي وهم مستمرون في إرساله إلى أوكرانيا والسؤال ما الذي سيحدث عندما أمريكا في النهاية تقول كفا وربما غدا هو اليوم ولكن ألافت أن بعض المصادر تحدثت سيد عاكوري بأنه كان هناك حل مؤقت آخر يتضمن الاستمرار بتقديم المساعدات إلى أوكرانيا في نهاية المطاف على ما يبدو بأنه في الكونغرس تم الاتفاق على ما تم طرحه على هذا الحل المؤقت الذي يستثني تقديم المساعدات إن كان هناك ورقة أخرى تستمر بما يرضي الديمقراطيين لماذا تم التوجه إذن إلى هذا الحل الذي يستبعد أن يقدم مساعدات إلى أوكرانيا خلال هذه المدة نعم أعتقد أنك ربما تريدين أن تخطي خطوة أخرى إضافية الكونغرس قد يختلف على كيفية تحقيق الأمور وهذا ما رأيناه في الليلة الماضية مرة أخرى أوكرانيا أعتقد أنه بالنسبة للجمهوريين كانت العراق والعراق العراق من عام 2003 ربما لخمس سنوات كان هذا كل ما يتحدثون عنه الآن وفي عهد هذه الإدارة الحديث عن أوكرانيا هذه الحرب التي لا نهاية لها والمعارك التي لا تحدث لا تفرز أي شيء في نهاية اليوم الإنسان يمكن أن يلقي نظر على العراق ويقول مرة أخرى هناك دائما تشابه بين فلاديمير بوتين وهو الهتلر الجديد إذا أردت وما فعله في أوكرانيا هو تأثير الدومينو ويريد الاستمرار فيه مع الدول الأوروبية هذا قلق لدى الكثير من المشرعين ربما لديهم معلومات أكثر من معلومات الرجل العادي أو مني ولكن بالنسبة لي المشرعين كي يتطرقوا لهذا الموضوع لا يمكن أن يكون هناك استعداد مفتوح للاستمرار في تمويل أوكرانيا ستكون هناك معارك أخرى وحروب أخرى في العالم في السنوات القادمة وعلينا أن نلقي نظرة فاحصة عليها والآن نحن نقوم بعمل سابقة فيما يتعلق سيد إيرلي قبل قليل تطرقت إلى نقطة مهمة الآن يمكن أن نقول بأن الأمريكيون سيتنفسون الصعدة لمدة 45 يوما ماذا بعد ذلك كيف ستتجه الأمور برأيك مرة أخرى أعتقد أن هذا النقاش يمثل للمشاهدين ويقدم لهم شريحة صغيرة مما سيحدث في الكونغرس لأن هناك 435 نائب تقريبا منقسمين بالتساوي بين الجمهورين وديمقراطيين ربما الجمهورين لديهم بين 15 إلى 10 مقاعد أكثر من الديمقراطيين هناك 100 سيناتور والديمقراطيين أعتقد لديهم 51 مقعد والجمهوريون 49 هذه أو هناك مواقف مختلفة حول الكثير من القضايا نعم أوكرانيا من بينها ولكن هناك موضوع الهجرة البرامج الاجتماعية الدفاع انظري الميزانية الأمريكية تشمل تريليونات الدولارات وبصراحة الجزء الخاص بأوكرانيا صغير عدة مئات من الملايين قد يبدو هذا كثيرا ولكن بالنسبة للميزانية العامة هذا مبلغ بسيط ضئيل جدا من ناحية النسبة المئوية هناك الكثير من القضايا المختلفة التي يختلف حولها الأعضاء من الحزبين بصورة أساسية سنكون في نفس المكان بعد 45 يوما إلا إذا إلا إذا القادة شكلوا أو وصلوا أو خلقوا نوع من الحلول التوافقية نعطيكم تمويل في هذا إذا أعطيتمون تمويل في شيء آخر هذا ما حدث في الماضي وربما يحدث الآن ولكن يجب أن تتذكري هناك شيئان يحدثان الجمهوريون في مجلس النواب منقسمون على أنفسهم أولا البعض يريد إزاحته من منصبه كرئيس لمجلس النواب لأنه حصل على أصوات ديمقراطية للميزانية وهذا يعتبر خيانة في نظرهم ثانيا الميزانية الجديدة ستدفع الأمور إلى أقصى شيء من يدري شكرا جزيلا لكم ضيفي من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق ونائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سابقا آدم إيرلي بالتأكيد أيضا أشكر ضيفي من ميشيغان السياسي الأمريكي ومدير حملة ترامب السابق ميشيغان جون عكوري شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا